السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكرويف شغال بس مش بيدور. يعني بيسخن لكن مش بيدور. اول حاجة نتأكد منها ان ما فيش اي عائق خالص على اه الطبق بتاع او الصحن بتاع الميكرويف ونشيله خالص وبعدين نحاول نشغله نتأكد بيلف ولا لا الجزء ده. لو مش بيلف معنا بيكون فيه مطور تحت هنا في الخلفية بيتفك اه جزء كده بيتفك وبيركب مطور دابعا اه بيتلف لما نتأكد ان الوصلات بتاعته ووصلة ونتأكد ان المطور فعلا تالف خلاص بنغير المطور او وصلاته كلها تمام. اه لكن ما بيدورش يبقى معانا المطور دوت بيحتاج ده غير. بنقفل ونميله. ده بيكون الجزء اللي بيتفك. وبيكون تحته بيركب المطور بكل سهولة. ده لو مش بيدور معانا وما فيش اي عقق. ما تنساش الشرك في القناة وتدعمنا بلايك وولينا رايك او تشارك في التعليق.